طبعاً بفقرة كالتشر لحن صلت الضوء على شخصية تربوية بامتياز قدرت فعلاً تأسس لمدارس ناجحة في الجبل اللبناني في راس المتن هيد الشخصية اللي هي تعتبر من تلاميذ الكبير مارون عبود وأيضاً كمان إلى بصمة كتير كبيرة في مجال التربية بيشرفني وبيسحبني أني رحب بالستوديو بالمربي فؤاد بورسلين أهلاً وصهلاً فيك في تليليميار ونورسات اليوم فعلاً نحن ساعدين جداً نلتقي فيك بتليفزيون لحتى نحكي عن التربية عن قصص التربية عن النجاح بهذا المدمار وفعلاً قديش المدرسة إلى تأثير إيجابي على هذا الموضوع أنا بعرف وأعرف أكتر على المشاهدين أنه مدرسة المنار الحديثة اللي بتضم أكتر من 500 طالب هي بينجحوا الطلاب كلهم مية بالمية وهيدا نتيجة خبرة طويلة عندك إياها وعطيها لهيد الطلاب ومكتسبة من أستاذك مارون عبود اللي بدي أتعرف أنا وياك كمان عن كيف كانت علاقتكم فيه شكراً على استضافتكم وأنا مستعد أوضح أي شي بيلذن بتحبي أحكي عن تاريخ المدرسة طبعاً طبعاً لأ بدي أحكي كمان عن دورك كمربية كيف بلشت وكيف فعلاً حملت هذه الرسالة وقدرت أسست له المدارس طبعاً المدرسة صار عمره 33 سنة بدأنا فيها بالحرب وبهاي المناسبة يقدرنا نجمع طلاب كتير مائلاً مطرح يتعلموا فيه وبدأنا فيها مرحلة ابتدائية وروضات بعدين نطورناها كل سنين زيد صف لحتى وصلنا للثانوية العامة الترمينال والمدرسة تميزت بالأنشطة وبالنجاحات يعني أي طالبة يفوت على المدرسة أنا بهمني كتير أخلاقه وسلوكه لأنه حتى يكون الجو قربة ومية بالمية بعدين بالمدرسة أنا بختار أفضل المعلمين والمعلمات وهن اللي عبي يشتغلوا بكل صدق وإخلاص بتوجيهاتنا وبصهرنا معهم وصار عنا كتير نجاحات مش بس بالتعليم وبالشهادات مثلا من الأربع سنين في ثلاثة تلميذ بالسيقون تعملوا مشروع استخراج طاقة الكهربائية من الباول وهيدا أخذوا فيه براءة وتميزوا فيه بلبنان وبرة وأخذوا جوائز كتير حلوة نعم أستاذ فؤاد يعني كيف تجمع بطريقة التعليم والتربية بالمنهج القديم والمنهج الجديد لأنه بتعرف أنه صار فيه نوع من تطوير في هذه المناهج خصوصا أنك أنت تلميذ مارون عبود ومربع على هذه الأصص اللي هي مختلفة تماما عن وقعنا اليوم كيف عم تقدر تجمع؟ أنا تخرجت من 51 سنة من الأيوبي الجامعة الأمريكية اختصاصي كان بكلية التربية واللغة الإنجليزية كمان تأثرت كتير بتوجيهات الجامعة الأمريكية بالإضافة للأستاذ المرحوم الأديب الكبير مارون عبود فأخذنا بتوصيات ونعملنا فيها يعني مثلا بالجامعة كانوا قلوا لنا الإنجليز يجب أن تكون شخصا أمريكي ليس شخصا أمريكي بعدين بالميدل إيست كل المدرسة هم تتعرفون من الأيوبي فأنا تأثرت بهالتوجيهات هاي واشتغلت عليها بعدين احنا المدرسة اسمها المنار الحديثة يعني نحنا جماعة متطورين طبعا أخذنا كل شيء منيح من القديم وبشينا على الحداثة هلق في عنا أنشطة كتيرة بتكتشفي فيها مواهب الطلاب مش معتمدين شو بيعمل الطالب بالصف نحنا كمان نفسح مجال بنعمل شيء اسمه معرض القلوم سيانسفير هذا بيجمعوا فيه الطلاب كل الأنشطة والبروجيكت اللي بيعملوها بنحضرهم لآخر السنة وبيعملوا معرض وبكون عندهم هني القدرة جروبس يشرحوا لزوار للأهل شو هالبروجيكت اللي عملوه فصراحة عببين قدرات للطالب اللي بتعطيه فرصة يبتكر أشياء تكون معنا نبيني بالصف يعني الصف واخله مش كافي لهذا نحنا منشجع المواهب بطرق مختلفة نترك الطالب نعطيه مجال يعمل مشاريع ويقدمها ومنشجعه عليها وها عب تجيب نتيجة كتير حلوة طبعا حضرتك كاتب الطبيعة وسحر الواقع وعندك ثلاث كتب ذاكرة الضيعة فكيف معاملة الكاتب يعني كيف تتعامل بطريقة علمية مع كونك أديب وكاتب وتركز على سحر الواقع وعلى الاشياء الطبيعية أنا تأثرت بضايعتي اللي راس الماتن موقعها حلو ومناخها حلو وعمرت أنا وشريك اللي المدرسة فيها براس الماتن فالصراحة استمديت كتير من هالطبيعة الحلوة المشهورة بأشجار السنوبر والمناخ الحلو واشتغلنا يعني على أساس انه كون في مدرسة بالجبل مميزة والحمد لله اقترنا نشتغل مع طلابنا وعلماتنا نوصل لمطارح بالتربية إلى مركزة هبرنا عن كتبك كتبي أنا عملت أربع كتب خبرك عن واحد منهم اللي هو عن راس الماتن سميته مطارح وحكايات أنا قمت بنفسي بتصوير الأماكن الحلوة المميزة بالغابات والأماكن السياحية وحكيت عن راس الماتن كل شي فيها تاريخها عبد سكانها العائلات اللي فيها وحاولت أعطي كمان ثورة عن بعض الحكاية يلي كنا نسمعها ونعرفها بهالضايعة شو الواقعية السحرية بالنسبة لك ما هو سحر الواقع؟ الواقع الحلو هو الطبيعة الحلوة نعم فأنا استبادت جايت كل شي من الطبيعة فهالكتاب هذا حبوه الناس ولقوا أنه في ذاكرة لهون براس الماتن هالكتاب يتضمنه طب إذا بنا نرجع معك لأكتر من ستين سنة لحتى تتذكر هيك علاقتك بمرون عبود الأديب والشعر الكبير يعني خبرنا عن انطباعاتك عن علاقتك في كيف كانت الأمور؟ صحيح سنة 1956 أنا كنت أتعلم بمدرسة أوليفر مدرسة إرسالية لجمعية الفرنس لما صار الزلزال بلبنان هاي المدرسة وقفت طرانا ننتقل على علاية وهونيك كان إلي الشرف كون أنا أحد تلميز مارون باك عبود لمدة سنتين فهالأديب الكبير هذا مش بس علمنا كان يعطينا إرشادات ومواعد كيف نتصرف بحياتنا كيف نكون مسؤولين فبعدين هو مقلف حوالى 130 كتاب فأنا كنت بالمكتب استعيير كتبه وكتير اتأثرت فيه بأسلوبه لما كنت أكتب أي شيء استعمل أسلوبه اتشبه فيه أسلوب السهل جدا فكان له دور كبير في توجيهنا في تربيتنا بعدين في التعجام الأميركي كمان حاملها الرسالات منه أكيد بتتذكر هيك بعض الأحداث صارت معك أو قالك شيء أنت مثلا لازم تهتم بموضوع التربية فيما بعد يعني كين عم بيوجهك بمطاره هايك بالضبط بهالدقة لا بس علمنا نكون مخلصين لعملنا ونكون منتبهين وما نسير حدا على مصلحتنا وعلى شغلنا ننتبه فتوجيهاته كانت عامة ايه طبعا طبعا واليوم شو اللي بترجع بتاخده من مارون عبود وبتنفزه بحياتك اليومية العملية وبالمدرسة كمان هو قديم وناقد كبير وبتلاحظي هذا الشيء بكتبه صراحته هضامته إنسان مميز كانت صاحب نكتي وأثرت فيه أنا فعلا بحضوره بالصف وبالكتب اللي عمله فهيه كان شخصية مميزة ما بسير إنسان مستقيم بحياته بشغله بتعليمه طبعا هايك بترجعنا لذكريات يمكن بوقت كان فعلا في نهضة فكرية أدبية شعرية في لبنان نحنا متمنى أنه تستمر وتبقى وبعرف قديش مهم كمان هالرسالة اللي انت حاملها التربية والمدرسة والطالب والأهل وهالمنظومة اللي كاملة اللي فعلا يعني هي أجيال مستقبل أنت عم بتربي فعلا بهذا الإطار يعني بالتحديد بتلاقي أنه كان لازم تتوسع أكتر أو بدل ما تحصر حالك بس بمدرسة في الجبل فقط أنه يكون في عندك انتشار أكتر بهذا المجال صراحة أنا وجد أنه بالحرب بتعرفي الناسة تهجرت وتضيع مشكلة فيها مدارس فكان إحساسي أنه أنا أخدم منطقتي من شان هاي حوالك تكون المدرسة بان ديانة حوالة 22 ضيعة قرى المتن الأعلى يجينا تلميز من كل هالضيعة هوا يعني اكتداء مكفر سلوان لا توصلي لشوايفات أو علاي كل هاي الضيعة في عنا تلميز منه فالحاجة حسيت إنه إذا عملنا مدرسة هون بهالمنطقة رح يكون إلى أسم وتخدم تعليم ومصلحة الطلاب والجيل وكثير من طلابنا تخرجوا من عنا وكان مقيمين أو مصافرين يعني ناجحين بيرفعوا الرأس حلو طبعاً يمكن حطيت صبات كل جهدك بهالمدرسة بالتحديد يعني ما قدر التوسعات هلأ في تحضير شي لك كتب تانية عم تحضرها؟ فيكتر عب هاي هذا مجموعة مقالات متفارقة ما قلن علاقة ببعضهم بس هاجمعاً قريباً نعم طبعاً نحنا كمان مواجهة تحية لكل أهل راس المتن لهن يمكن أوقات هن أساس الوحي بكتير من الشغل والأعمال وكمان الطبيعة الموجودة هونيكة السنوبر والسنديين فعلاً هذي اللي بتعطي أجواء مختلفة ومن خلالك طبعاً نواجه تحية لكل الرجالات الكبار مثل الشاعر يوسف عبد الصمد وكتار كتار يعني من المبدعين برأس المتن ومن حضرتك من بيناتهم كمان بختم هذي الحلقة بتحب توجه كلمة أخيرة للمشاهدين أنا بشكر أهل ضاعتي بدرجة الأولى لأن كتير رحبوا فيي وناس كتير قالوا لي بلاش ما تخلي المدرسة تستأجر مبنى طعام مرهام فإلهم الفضل إنه شجعوني نساعدوني فأنا بشكرهم دايماً وبتأمل للمدرسة من بعد مني تستمر بنجاحة وتقلقها طبعاً نحنا بنشكرك كمان بدورنا وقالاً يطول بعمرك هكذا الحامل هذه الرسالة المهمة وتنقلها كمان لأجيل وأجيل وأنا بعرف قديش الاهتمام كبير بهذا الإطار وأنت عندك كمان مسؤوليات عم بتقوم فيها إن شاء الله دايماً بالنجاح مدرسة المنالة الحديثة وأيضاً نحنا بانتظار إنتاجك الفكرة الجديدة والكتب الجديد شكراً لألك الأستاذ فؤاد بورسلان